تنفيذا للتوجيهات الصادرة من المراجع في وزارة الدفاع بضرورة جعل عام 2024 عاما للتدريب والجهوزية والاستعداد القتالي أقامت مدرسة الانضباط العسكري ورشدة التدريب الثانية بالتنسيق مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة واسط وبالتعاون مع مديرية التدريب البدني وألعاب الجيش وآمرية الانضباط العسكري وحضور جمع من منتسبي المدرسة ضباطا ومراتب وموظفين مدنيين وقبل البدء بالورشة تم إجراء فحص المنتسبين من قبل أساددة الكلية بإجراء فعالية ركض 2400 متر لقياس درجات القوة والتحمل أقامت مدرسة الانضباط العسكري ورشة العاملة التدريبية الثانية لهذه الفترة بالتنسيق مع جامعة واسط كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وحضور أساددة متخصصين في إعداد المناهج التدريبية وإعداد عناصر اللياقة البدنية لغرض تطوير متسبي مدرسة الانضباط العسكري من الضباط والمراتب وإعداد كواد متخصة في إعداد المناهج وتنفيذ مفردات اللياقة البدنية للوصول والارتقاء باللياقة البدنية في كافة الجيش العراقي إلى أفضل مستويات تناسب للحداثة العالمية في التدريب البدني حضرنا اليوم ورشة عمل في مدرسة الانضباط العسكري كممثلين لمديرية التدريب البدن للعب الجيش كونها مديرية اختصاصية فنية وغاية المديرية هي رفع مستوى الياقة البدنية لصفوف الجيش وبرعاية سيد معاون رئيس أكران الجيش للتدريب وسيد مدير التدريب البدن للواء عمار جباريخ ضير نحن ساعدين بهذه الورشة كونها ورشة تقوم برفع مستوى الفكري والنظري من خلال تطبيق الساعات العملية والنظرية للمقاتلين ضباط وضباط صف الورشة التي أدارها مختصون كفؤون في مجال التدريب البدني في كلية التربية البدنية تطرق إلى كيفية محاربة السمنة ورفع عناصر الياقة البدنية للمقاتلين وجملة من الأمور التي تتعلق بالتغذية الصحية وكانت هناك استجابة عالية من قبل المنتسبين وقد اختسمت الورشة التي تسعى المدرسة لاستفادة من مخرجاتها بتوزيع الهدايا التقديرية بين الضيوف الحاضرين والمراتب المتميزين بمختلف المجالات ما قامت ورشة عمل نظرية عملية بالتعاون مع جامعة واسطة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة نقسمت هذه الورشة إلى محاضرتين محاضرة الأولى تناولت التغذية الصحية للمنتسب الرياضي وكيفية محاربة السمنة وعلاقتها بالنشاط الرياضي أما المحاضرة الثانية فقد تناولنا فيها عناصر الياقة البدنية المؤثرة لدى المنتسب الرياضي مقامة مدرسة الانضباط العسكري ورشة عمل تناولت الجانب البدني والغذائي الغاية منها تطوير الجاهزية لدى المقاتلين والمحافظة على الرشاقة والقوام الصحيح للمقاتل وأيضا لتعريف المقاتل حول أهم الأغذية وفوائدها من مقر مدرسة الانضباط العسكري صباح الغزعلي إعلام وزارة الدفاع